نكمل أخبارنا ونجح نادي الإسماعيلي في الحصول على توقيع المهاجم الفلسطيني خالد النبريسي يعني مدة أربع مؤسم ودي صفقة مهمة جدا 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 اللعب اكتاز الكشف الطبي ووجوده في نادي الإسماعيلي مش هيكون كلاعب أجنبي طبعا عارفين كلنا اللوايح في اتحاد الكرة اللي هتقول إن اللاعب الفلسطيني أكنه زي المصري بالضبط فمش هيعتبره يعني من الخماسي أو من اللعيبة الأجانب المفروض تكون موجودة داخل نادي الإسماعيلي الإسماعيلي بيحاول ليعمل صفقات كتير جدا جدا في الفترة الحالية الإسماعيلي دايما بيحاول يكون أفضل علشان يرجع للدوري ويرجع لإسم نادي الإسماعيلي المعهود عليه كمان نادي الإسماعيلي اختتم تدريباته بيجهز كده لفريق المقاولون إن هيكون لقاء قوي جدا جدا في الجولة القبل الأخيرة من كأس الرابط ونفس الكلام نادي مقاولين بيجهز بشكل قوي نادي الإسماعيلي هيكون لقاء قوي بين الدرويش وبين زقاب الجبل معروف جدا جدا لقاء بينهم بيكون ممتعة الفريقتين بيعرفوا يلعبوا كورة على الأرض بشكل جيد وعلى معظم هنشوف لقاء ممتعة جدا ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة إن شاء الله يكون كده لقاء قوي في الأيام القادمة خلينا كمان نروح لكابتن عبد الحميد باسيوني مدير الفني الفريق غزل المحلة اللي يعني صرف النظر عن التعاقد كده مع اللاعب اللايبيري فريدريك اندومي كان فيه كلام ممكن يكون اللاعب موجود في نادي غزل المحلة لكن صرف كابتن عبد الحميد باسيوني النظر عن فكرة إن اللاعب يكون موجود في الفريق نروح لخبر تاني عن أندية الدوري المصري وكمان الموجودة في كأس رابطة حصل ناصر منسي مهاجم فريق البنك الأهلي على قميص رقم 9 بعد انتقالوا لنادي البنك الأهلي نتمنى لي التوفيق في الفترة اللي جاء بانك الأهلي بقى معاه عناصر قوية جدا 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 وبيحاول يبقى شكله قوي موجود في الدوري بيحاول ينافس على أي بطولة سواء كأس سواء يكون موجود في مربع الزهبي بنك الأهلي من الأندية القوية اللي دايما بتحاول تثبت نفسها على صعيد تاني كمان عندنا بقى فيه النادي اللي خرج من بطولة كأس رابطة النادي بيرامدز نادي بيرامدز للأسف بقى خارج كأس رابطة بيرامدز معاه اللاعبه مهمين آه في اللاعبه برضو مش موجودين مع نادي بيرامدز موجودين في بطولة أفريقيا ولكن بيرامدز خارج كأس الرابطة في الفترة الحالية وبيجهز للفترة اللي جاية كمان نادي بيرامدز بقى رجوعه للدوري وكمان رجوعه لبطولة كونفدرالية نادي بيرامدز أكيد بيفكر فيما بعد البطولة بيرامدز آه الناس بتتكلم على بيرامدز فلوس كتير لعيبة كتير صفقات كتيرة جدا جدا لكن لسه مفيش بطولة حتى الآن اللي جاي هنشوف نادي بيرامدز ممكن يعمل إيه؟ ما قده فرصة كبيرة جدا للشباب والبودلاء في الفترة اللي فاتت زيهم زي أندية كتير جدا جدا بيحاولوا قيموا اللاعبه يعني عندك ناشئين كتير عندك دك كتير فعايز تنزلهم وتقيمهم وتعرف مين ممكن يكمل معاكم مين لأ ده اللي عمله نادي بيرامدز وده الغرض اللي عمله كابتن إيهاب جلال مش هدفه البطولة داخل عشان يقيم لعبته ويعرف مين يتحمل المسؤولية ومين هيكون خارج حساباته ويبدأ يدور على بديل ترجمة نانسي قنقر